بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله هنكمل مع بعض ان شاء الله دورة الربح من خمسات من صفر الى الف دولار كنت وقفت معكم في اخذ درس عن طريقة الترويج المجاني وازاي تجيب المبيعة الاولى للحساب بتاعك بطريقة مميزة جدا طبعا انا قبل ما اشرح الطريقة كنت طبقتها كتير جدا على الحساب الرئيسي بتاعي حتى الحساب اللي احنا عمل له من الصفر زي ما حضركم شايفين ده الحساب اللي احنا عملناه مع بعض في الدورة طبقت الطريقة اللي هقول عليها ان شاء الله لحضراتكم ونجحت ان انا جيب ثلاث مبيعات وحصلت على التقييم مية في المية بخدمة واحدة طبعا الحساب زي ما احنا شايفين حساب كان صفر في بداية الدورة ده الحساب اللي احنا عمل له مع بعض في خلال تنفيذي للطريقة لقيت حاجة مشتركة مع العملاء اللي انا تواصلت معهم فالدرس ده النهاردة هيكون ان شاء الله تمهيد لطريقة الترويج والدرس ده هيكون مفيد جدا 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 وهيساعدك ان شاء الله في تحقيق مبيعات من غير حتى ما تحتاج انك تروج للخدمة بتاعتك اثناء التواصل مع العملاء على خمسات بالطريقة اللي انا هشعر حضركم ان شاء الله في الدرس القادم كان معظم العملاء بيطلب مني نمازج الاعمال طبعا دي حاجة تسبق للتواصل مع العملاء او حاجة يجب ان انت تنفزها قبل ما تتواصل مع العميل ان انت يكون عندك نمازج من الخدمات الخاصة بك طيب ازاي تقدر تعمل ده طبعا عشان انا في المجال بقالي فترة كبيرة فعندي عدد ضخم من المحتوى اللي توفر على انترنت بتوفير مجموعة من النمازج العملاء دي قدرت ان انا احصل على العملاء عشان كده قررت ان انا اخلي الدرس ده يسبق الدرس القادم وهي طريقة الترويج عشان لما نتواصل مع العملاء بالطريقة اللي نشرحها لو العميل طلب منك نموذك للاعمال الخاصة بك اللي انت عملتها قبل كده يبقى انت جاهز ومعاك الرد طيب ازاي تقدر او ايه الطريقة المثلة لعمل نمازج وتوفيرها على انترنت وارسالها للعملاء لما طلبوها اول حاجة احنا عندنا مستقل طبعا مستقل هو عبارة عن المنصة طبعا تبعها لمنصة حسوب وهي نفس المنصة اللي بتمنك خمسات وتمنك مستقل يعني ده مستقل وخمسات تبعين شركة واحدة بتدخل لمقع مستقل بتعمل دخول حاجة انك تسجل حساب ممكن تشتخدم نفس الحساب بتاع خمسات اول ما تضغط على دخول هيحولك للحساب بشكل تلقائي هتعمل هنا تختار اسم المستخدم بتاعك وتختار نوع الحساب بتاعك ان انت مستقل ان انت بعد كده تكتب اسم مستخدم وتعمل حفظ هنعمل هنا اسم المستخدم بنفس الاسم الخاص بخمسات هنختار ان الحساب بتاعنا مستقل وهنضغط حفظ زي ما احنا شايفين ده الوجه للحساب بتاع مستقل طبعا المستقل هو يعتبر منصة زي خمسات تقدر من خلالها انك تحصل على اعمال لكن احنا حاليا عايزين نركز على خمسات احنا نستخدم مستقلات دلوقتي في حاجة تانية وهي انك تقدم نمازج الاعمال بتاعتك للمستقل لان خمسات احيانا ما بتسمعش ان ان انت في الخدمة بتاعتك وانت بتقدم خدمة ان انت تكتب رابط لموقع خارجي او تحط نمازج الاعمال بتاعتك على رابط خارجي فعشان الموضوع يكون سهل معك وتتقبل الخدمة بدون ما تحتاج انك تتعدل عليها بتسجل في مستقله وبترفع عليه اعمالك بنعمل ده ازاي في البداية اولا انت محتاج انك ترفع الاعمال الشخصية دي على الانترنت مثلا لو كنت كاتب يفضل انك يكون عندك مدونة تكتب فيها مقالات عن مواطيع مختلفة بحيس ان انت تقدر انك تحصل او يبقى عندك نمازج لمقالات كتبتها بشكل فعلي بحيس ان لما العميل يطلب منك يقولك انا عايز اشوف اعمالك السابقة بيبقى انت عندك محتوى او عندك مكان متوفر عليه المحتوى بتاعك طبعا منصة بلوجر يعتبر هي اسهل منصة للتدوين بتروح لبلوجر دوت كوم بتسجل بحسابك بحساب جوجل عادي وبتعمل مدونة تقدر تشوف اي شرح على الانترنت موضوع سهل جدا احنا اللي مش يهمنا المدونة يهمنا انك تكتب عليها المحتوى بتكتب مجموعة مختلفة باسلوبك الشخصي تحاول تاكد مقالات دي اعلى حاجة تقدر تقدمها منحيز جولة المقال وطريقة تفصيل ويكون خالي من اخطاء الاملائية تحاول تبدأ فيها لقد ما نقدر لان ده هيكون الوجهة الخاصة بتاعتك للعميل زي ما قلنا ده بالنسبة للناس اللي بتكتب مقالات تقدر ان يتسخدم بلوجر الناس اللي بتصمم تقدر ان هي تروح لموقع زي بيهانس طبعا ده موقع مشهور جدا كل اللي عليك انك بتسجل فيه بتعمل حساب عليه بعدك بترفع التصميمات بتاعتك وبتحصل على رابط للمنف الشخص بتاعك بحيس لو جالك شخص قالك انا هنشوف نموذج للاعمال بتاعتك بتكون انت جاهز وعندك رابط للاعمال الخاصة بيك نفس الكلام بالنسبة للمبرمجين لو انت مبرمج تقدر ترفع اعمالك على موقع جيت هاب تسجل فيه وترفع اعمالك والاكويت بتاعتك على المنصة بحيس اي حد يقدر شوفه وكون عندك ملف شخصي قوي تقدر تستخدمه في الترويج وجلب خدمات او مبيعات لخدماتك برضو بالنسبة للمعليقين الصوتيين لو انت تقدم خدمة الفوس او التعليق الصوتي تستخدم موقع ساوند كلاود في انك ترفع علينا مزاج الاعمالك تسجل بصوتك وترفع على الساوند كلاود بحيس ان اي حد يطلب منك اعمال شخصيات ترسله الرابط لنفس الشخصي بتاعك لو انت بتعمل فيديوهات او بتعمل تقدر انك ترفع علي اليوتيوب وترفع اعمالك على اليوتيوب بحيس يبقى عندك نموذج لأعمال سابقة طبعا تقدر تستخدم الموقع دي زي ما انت عايز لو انت بتقدم اي خدمة غير الخدمات اللي انت ذكرتها تقدر على موقع في المجال بتاعك وترفع عليها اعمالك بعد ما تنتهي من رفع اعمالك او اضافة اعمالك اللي المنصة المناسبة لك حسب المنصات اللي احنا تكرمنا عنها بترجع لحسابك على مستقل بتروح على اعمالي طبعا البرتفوليو بتاعنا فاضي لسه ما فيش في اي اعمال بتضغط على اضافة اعمال جديدة هنا بنبدأ نضيف العمل بتاعنا شوف انت نوع الخدمة اللي بتقدمها ايه ونوع النمازج بتاعتك بتكتب عنها عنوان مناسب بتكتب عنها وصف مناسب رابط العملي هنا بقى تقدر تضيف رابط خارجي تمام يبقى اي رابط بنضيفه الخمسات بيبقى من خلال مستقل هنا من مستقل نقدر نضيف رابط خارجي طبعا الموضوع يعني لفة شوية بس ده عشان تجنبك اي مشاكل على الموقع تبدأ نكتب زي ما قلنا عنوان الوصف رابط العمل بتقدر تضيف رابط قناتك على اليوتيوب اللي عليها الفيديو او عليها الموشن جرافيك او عليها الاعمال بتاعتك ت تقريب رابط البيانس رابط مدونتك على البلوجر بتكتب هنا تاريخ انشاء المشروع وتعمل هنا المهارات الاستخدمتها اسمان مسلا النظام بتكتب هنا مثلا لو انت تكتب مقاللات ممكن تكتب اللغة التدقق والبحث او تكتب خدمات التدقق تود قطع تختار خدمات او المهارات اللي انت استخدمتها. الخدمة اللي انت استخدمتها حتى لو انت مصمم. بالنسبة للناس اللي بتعمل تشوف المهارات اللي انت مناسبة لك وتضيفها وبعد كده بتعمل انشور الان. بعد ما تعمل انشور الان بتبدأ انك تحصل على رابط للعمل اللي انت ضفته على مستقل. ولما تحصل على رابط العمل بتاعك بتروح على خمسات. ممكن تضيفه جوة الخدمة بتاعك. او لو اي حد طلب منك نموذك للخدمات ذاتك تدي له رابط العمل الموجود على مستقل. زي ما قلنا حاول ما تديش الرابط المباشر خالجي ان الافضل يكون عندك رابط على مستقل. حاجة تانية هتساعدك انك تحصل على مبيعات بسهولة جدا ومن غير ما تحتاج انك تروج انك بعد ما تنتهي من انشاء معرض الاعمال بتاعك. ايا كان نوع الخدمة اللي تقدمها. بتروح على حسابك على خمسات من هنا. بتضغط على الترسدة. بتضغط على نمازج اعمال قمت بتنفيذها. القسم ده في خمسات عبارة عن ان اللي بيشتغلوا على الموقع او المنفذي او مقدم الخدمات اللي على الموقع. بيعرضوا الاعمال ينفذوها. الاعمال دي بيشوفها ناس بتبحث عن خدمات او مشترين خدمات. لو الاعمال عجبه ببساطة جدا بيدوس شراء الخدمة بتاعتك بشكل مباشر حتى ممكن ما توصلش معك. يبقى دي وسيلة مهمة جدا تتساعدك على تحقيق مبيعات بسهولة من غير ما تحتاج انك تروج لنفسك. زي ما احنا شايفين هنا ناس عامل اخر عمل تصميم الشعرات. هنا واحد شخص عامل تصميم هوية تجارية. هنا برضو تصميم. هنا برضو نموذج لمقالات. زي ما احنا شايفين اي حد هنا بيعمل خدمة جديدة بيضيفها في نمازج اعمال قمتم تنفزها. لان القسم ده بيشوفوا اه اللي عملاء بتوع خمسات. وزي ما قلنا لو الخدمة بتاعتك عجبته او لو اه الجودة الاعمال بتاعتك عجبته بيعمل شراء الخدمة. كل اللي عليك زي ما قلنا بعد ما تنفز او تعمل معرض الاعمال بتاعك. تروح تعمل موضوع جديد بتخل من القسم طبعا اه الخاص بنامازج اعمال قمتم تنفزها. بتروح هنا تكتب عنوان الموضوع بنفس الطريقة. تختار تصنيف بتاعك. اللي هو نمازج اعمال قمتم بتنفزها ما تغيروش. تكتب محتوى او تكتب اه وصف لمعرض الاعمال او تكتب وصف لنموذج العمل اللي انت نفزته. بيكون وصف جذاب. تكتب هنا الرابط زي ما قلنا بتاع معرض الاعمال. ممكن حتى اه الناس اللي التعمل التصميمات تروح على موقع صور ده. ترفع عليه التصميم. ده برضو الموقع تبقى خمسات. وهما بيطلبوا من المستخدمين الموقع انهما يستخدموه في رفع الصور. ترفع صور للتصميمات او نمازج الاعمال بتاعك ممكن تضيفها هنا بشكل مباشر. طبعا بعد بتنتهي من الكلام ده بتعمل اعلام التحقق على النقطتين دول وبتعمل النشر. بعد كده ان شاء الله لو العمل بتاعك مميز هتلاقي ناس بيتفاعلوا معك على المنتدى بتاع الخمسات. انت برضو تتفاعل معهم تحاول تتبادل معهم الاراء حول العمل بتاعك. بكده انت يكون عملت اه خمسين في المية من العمل مطلوب منك لتحقيق المبيع الاولى وتحقيق مبيعات كتير جدا بازن الله. من خلال اضافة نمازج اعمال قمت بتنفيزة بحيث ان المشتري يعرف مقدار الجودة او جودة العمل اللي هيحصل عليها مشتري الخدمة بتاعك. في الفيديو القادم ان شاء الله هنتعرف على الطريقة المبيزة جدا اللي هتقدر من خلالها ان شاء الله تحقق مبيعاتك الاولى. زي ما احنا شايفين من حسب جديد حصلنا على تلاتة مبيعات. وحصلنا على تقييم مية في المية. ده هنتعرف ان شاء الله عليه في الفيديو القادم. اتمنى تكون زفتهم مرة ثانية. والسلام عليكم رحمة الله وبركاته.